في كلام تاني لكن في كلام أولاني مهم كضربة بداية كما تعودت معه مقالي ومقاله ضريبة يدفعها الأهلي وحده الحقيقة وانسعد استهل الحلقة بأنه المسألة بين الكافي واللام الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي المطرقة والسندان اللام حجم اللقات اللي بتتقال بين الاتنين والأهلي ضحيتها لا تعديل لا تأجيل الكاف يدفع فطورة عدم التنصيق أنه يحدد برضو معيد لازم يعرف الالتزامات ويحط توقعات هو أنا روح ألعب كاس الأمم بعدين أروح كاس العالم لأنديه بهذا المظهر وعدين يتجوز الأهلي مشهد هل ده المشهد المنطقي اللي احنا بنعاول عليه لأنه يتكرر ما الأهلي بيكسب مشهد لهو ده المشهد المتكرر الأهلي ده يدرس يبقى حالة لوحده في العالم كده لكن أنه أنت تقرس على نفتة تتجاوز موقف مش معنى كده أنه ده الطبيعي اللي تبقى حياتك مشه عليه ما يحدث الآن في مطش الهلال والنادي الأهلي دينا تفاصيل عشان ما تكلمش حتى الآن الانتحاد الأفريقي ما حددش المعاد النهائي والثابت لمباراة الأهلي والهلال في الجولة الأخيرة ولا بقيت مباراة الجولة الأخيرة وقال أنه المعتاد أنه بعد كل جولة بيعلن عن تثبيت موعيد الجولة اللي بعديها يعني عايز يقول لنا أنه الجولة الحالية ديت هتخلص يوم الجمعة والثابت يوم الحد هيعلن عن موعيد الجولة الأخيرة لكنه في معادية الاتحاد الأفريقي على صفحاته أو على موقعه حطت واحد أبريل موعد كل الجولة الأخيرة وده مش مؤكد لأنه الواضح أنه هتبقى 2 أبريل بس حتى لو 2 أبريل أنا ليه بقول لكم دي ضريبة بيتفاح الأهلي الوحده الأهلي كارلوس كيروش بكرا إن شاء الله السابت هيعلن قايمة المنتخب لمباراة السنغال عندنا 25 وعندنا 29 29 في دكار هياخد مش أقل من 6 سبع لعيبة من الأهلي مش أقل منهم طيب لو اللعبة بتلعب في دكار يوم 29 هيرجعوا يوم 30 أنا عندي احتمالين بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى يرجعوا منتصرين ومتآهلين لكاس العالة الفرقة في احتفالات المنتخب في تكريم في استقبالات هيقضي يوم 30 ويوم 31 في التكريم والاستقبالات ده رايح رحكس عالم مش عايزة أقول لقدر الله نتيجة سلبية فالحجم الإحباط محتاج معلاجات كتيرة ده ألعج لكن هي في الحالتين إنه فيه ضريبة ضخمة طيب بإذن الله تعالى إحنا فرحانين ومبسوطين وسعدا هتاخد العريس من قلب الفرح هتشد الست سبع لعيبة بتوع النادي الأهلي بلاش تحضروا التكريمات والحفلات وتعالوا إنتوا عشان البهوات في الكاف فرضين علينا لازم أن نلعب يوم 2 يعني بعد 24 ساعة هل ده كلام النادي الأهلي يا جماعة السنة اللي فاتت خسرت دوري بسبب الكلام الفارغ ده سيبكم إن التحكيم كان مؤثر جدا نقط كتيرة ضعت في المباريات المؤجلة بس خليكم فاكرين إنه الأهلي وافق إنه يلعب مبارياته المؤجلة بدون لعبة المنتخب الأولمبي اللي كانوا ساعتها مؤثرين في الفرقة لعب بدون لعبة أساسيين حصلت إصابات حصل نقص حصل ضغط فقدنا نقاط ده السنة اللي فاتت انت السنة دي متعارضة مع أهم مباراة ليك في المجموعة مباراة الهلال إن شاء الله تعالى مباراة المريخ بكرة الأهلي عديها بإذن الله هيبقى مطالب بنتيجة كويسة في مباراة الهلال في القاهرة إزاي 48 ساعة فقط ويتحمل الأهلي وزر هذا التعارض زي ما حصل في كأس العالم للأندية سافر الأهلي بدون تسعة لعبة في المنتخبات المختلفة في كأس الأمم الأفريقية الفيفا يحدد بطولة والكافي يحدد بطولة والاتنين يعندوا وصاد بعض والأهلي الوحد ويدفع الضريبة وبعدين تسمع باش مهندس باستمرار حتى في المؤجلات وأنا هنا برضو ربطت الأندية وإدارة المسابقات فيها لما يجي أجل مباراة هو أنت بتأجل لي وأنا كنت في فسحة يقولك ما هو أنا أجلت لك أنت أجلت لي عشان كان لازم أن تأجل لأنه فيه طبيعي تعارض للمعاد بين الارتباطات الآهلي بيلعب مع الرجاء المغربي مباراة السوبر تعارضت مع مباراة بيراميدز أنت المفروض هتحط لي مباراة أي مباراة مؤجلة واحدة اتنين تلاتة حطها في المواعيد الطبيعية اللي البقية الأندية بتلعب فيها وبلاش حكاية أن بقية الأندية أقولك أصلا أهلي بتأجله أهلي بتأجله عشان بيلعب بطولات رسمية مش بيتفسح ففكرة أن أنا أتعامل مع المباراة المؤجلة ضد الأهل فقط فأحشرهم له في وقت خليه في عشر تيام يلعب أربع مباراة زي ما حصل السنة اللي فاتت وضع الدوري الكلام ده المفروض ما يبقاش مقبول أبدا عايز تأجل المباراة عشان أنا عند الاتزامات رسمية حضرتك تحطها لفي المواعيد البينية الطبيعية اللي بقيت الفرقة بتلعب بيها يا أصدر إبراهيم لازم وأنا بعمل كده أهم أقول إيه في حالة تأهل أو فرص النادي الأهلي للتأهل وفي حالة تأهل المنتخب يبقى المعاد كذا في حالة لا قدر الله ضيع فرص أي من الفريقين يبقى المعاد كذا يبقى أنا في الحالة دي المعادين أنا اللي حططهم من بدري مش يتقالي أن أنا بأجل للأهلي يبقى أنا تحسبت خلي بالك كل ما يحدث على الساحة الأهلي ما يدفعش الفاتور أنت بتقول آه بيتحملها بشكل مباشر لكن مؤكد الكورة المصرية بتتحمل مؤكد الكورة المصرية بتتحمل وما ينفعش يستمر هذا الوضع لأن الإرهاق سيأكل أخضر واليابس بعد كده مش عالة نادي الأهلي صحيح إذا ما فكرناش في حلول ولذلك أرجع باللائمة تاني أول السنة لما جات الرابطة وسألت الأندية ما كان أينبغي للرابطة أن تسأل الأندية أنتوا تيجوا تعملوا موسم استثنائي لمواجهة الأزمات المطلقة عشان نحلها في المواسم القادمة أنت هتضطر السنة دي ترجع تفكر في الموسم الاستثنائي طيب ما كان من باب أولى لكن بالوضع ده أنت دايما أضحي بالأم عشان الجنين ولا أضحي بالجنين عشان الأم فترجع تخسر الأم والجنين أو عايز معجزة أنك تكسب الأم والجنين وده ودي معجزة واخد بالك ويعني سبحانه وتعالى قدر على كل شيء لكن هو ده مش مش ده المنطق مش منطق الأمور منطق الأمور أعمل اللي عليها وراعي مصلحة الكرة المصرية أسخ تماما أسخ تماما نتيجة أن أن أتوسم في الرابطة بداية من رئيسها اللي واضح أنه عنده خلفية جيدة عن الكرة المصرية عنده خلفية إدارية وعنده صلابة أنه يقدر يفرد أو خد الخبرة السنة دي فمتوقعنا منه قرارات لا مش هيبقى غير مصلحة الكرة المصرية لأن إذا فضلنا نسأل الأندية وكل واحد يأخذ قرار اللي هو بيعتقد أنه من مصلحة ناديه قوة مش هتوصل لحاجة هتوصل لحالة الارتباك ومش هايزة أقول الفوضى لكن هذا التشابك الضار جدا جدا بالأندية ومشورك وصمته الكرة المصرية ما هو أنت دلوقتي الأندية دي هي اللي حطالك الإيميج بتاع الكرة المصرية هو كرة المصرية عن حقائقت في السنين اللي فاتت دي إلا من خلال الأندية وخصوصا نادي الأهلي أو خصوصا وصول الأهلي والزمالك للفاينال أو خصوصا من وصول بيرامد للفاينال بتاع الكونفدراليه فابتدت الناس يكلمت لا لا دا كرة المصرية موجودة يأتي الأهلي اللي يدعم هذا بالنتاج التي يعققها سواء في أفريقيا أو في كاس العالم الأندية فمحتاجين الأندية دي إنك أنت تفهم تدعمها إزاي عشان تؤدي رسالتها بهذا النجاح غير كده الفطورة هتتدفع لفضلنا على السياسة التقليدية التي عافى عليها الزمن في السنين اللي فاتت دي طيب نتمنى إنه يتم مخطبة الاتحاد الأفريقي في هذا التعارض بالذات لأنه أنت ما عندكش بس لعيبة الأهلي اللي مع المنتخب الوطني فأنت عندك لعيب زي علي معلول مؤثر ومهم مع تونس اللي عندها مباراة مهمة عندك أهلو ديانج مهم مع منتخب مالي فأنت عندك قوام الفريق بالكامل هيكون في مهام أخرى بالإضافة أن دي فترة أجندة دولية جنوب أفريقيا اللي ما عندهش مباراة في تصفيات كاس العالم ممكن يكون عندها مباراة دولية والدية في الأجندة فبيرس التاو هيسافر لهم فإحنا بنتكلم على إنه يا جماعة في فريق كل قوامه من المحترفين سواء في الداخل أو في بقية المنتخبات هيكونوا على سفر وعلى لعب لغاية يوم تسعة وعشرين النتائج بتاعتهم كل واحد وحالته لكن ليه يوم اتنين أبريل ليه ما يبقاش تلاتة واربعة أبريل ليه ما تدينيش تلات أيام راحة فصلة بين المباريات مع وضع في الاعتبار إن فيه سفريات ما تبقى تلاتة إبريل أو أربعة إبريل أستاذ إبراهيم أنا مش أخدهم لوحدهم المنافس بيأخدهم معايا وانت هتديهم لكل المنتخبات يعني مش المنتخبات الأندية انت الوقت خلاص المنتخب آه لكل الدول المشاركة أنديتها هترحل يعني إذا كنت عاوله دهما الهلال هيأخده معايا الهلال ما عندوش السودان لكنه على الأقل بقية الدول زي الوداد المغربي المنتخب المغربي عنده التراجي عنده تونس أنا أصدقل إيه عنده هو وعنده التزامات المحلية حياخد نفس فطرة الراحة ما تقوليش مش هستفيد منها لكن العناد اللي أصبح بتصدر من الواقع المحلي التي يتم تزييف الحقائق فيه ها ومحاولة تغيير الواقع إلى الانطاق الإفريقي دلوقتي تسمع كلام لا ينبغي أنك تسمعه ده كلام أتمنى أنه يكون واضح وأتمنى أنه يبقى فيه إصغاء لصوت العقل في أن أنت الاتحاد الأفريقي اللي عمل كارثة لما صمم أن بطولة الأمم الأفريقية تتعارض مع كاس العالم على أنه يحلها مع الفيفا لا دا حل ولا دا حل والأهل الوحد واللي دفعت تمن وشفت إزاي سافر لبطولة كبيرة منقص من كل فريق هايقول لك انتخذت المركز التالي ما هون تمن ما أدراك إن أنا لو كنت أنا بكامر راحتي بلعب مع فالمراسة ما كنتش لعبت وفاين ترجمة نانسي قنقر